جمعية إرواء للتأهيل والتطوير التربوي والمهني الفكرة العامة للجمعية مجمع تعليمي غير ربحي يسعى لتقديم الدعم للمعرفة والتطوير التربوي والمهني بمحتوى يناسب المبتدئين والمتوسطين في العلوم المختلفة معتمدة في جمهورية مالي رؤيتنا التميز في التعليم والتطوير التربوي والمهني لكافة شرائح المجتمع رسالتنا المساهمة في تلبية حاجة المجتمع من الكوادر التربوية المثقفة في التعليم والتطوير من خلال برامج نوعية وتطبيقية ذات جودة عالية في بيئة محفزة وشراكات فاعلة أبرز أهدافنا أولا التأسيس والتمكين للمستهدفين ذكورا وإناثا من المعرفة الشمولية المتنوعة الموائمة بحسب المستوى التعليمي وتأهيلهم للاستزادة بكفاءة عالية ثانيا تسهيل التعليم للمبتدئين والمتوسطين في شتى العلوم والفنون بتقديم دورات تثقيفية وعلمية ذات جودة عالية ثالثا إعانة ذوي الحاجة من الفقراء والأيتام والأرامل والمطلقات والتكفل بتيسير احتياجاتهم في العلم والعمل بحسب وسع الجمعية رابعا توفير فرص وظيفية لمساعدة ذوي الكفاءة العلمية والخبرات المهنية في أي مجال خامسا إجراء دراسات وتقييمات علمية لإنتاج الموضوعات ذات الأهمية لنمو وتطوير الجمعية قيمنا الجودة والتمييز الشراكات المجتمعية محليا ودوليا المبادرة الاحتواء والتكاتف والتضامن أقسام الجمعية القسم الأول قسم الدبلومات التعليمية القسم الثاني قسم التدريب والتأهيل المهني قسم الدبلومات التعليمية قسم الدبلومات التعليمية قسم الدبلومات التعليمية